ألف ألف مبروك لنادي الهلال ممكن في جزء من الحديد اللي راح نتكلم عنا احنا تكلمنا فيه بالأمس أن الفارق الفني والنفسي والذهني كلها يصب في مصلحة الهلال والاتحاد رغم الظروف اللي موجودة عنده لأنها حصلت لداخل المبرارة الظروف أنا كنت تامس أقول يعني إذا بيفوز الاتحاد ممكن يفوز بالظروف اللي داخل المبارات من ناحية طارد أحمر نرفز أي شيء ولكن في المبارات اللي حصلت له الظروف اللي داخل المبارات هو نادي الاتحاد والاتحاد يصبح مناقص أنا بالنسبة لي خلينا قايرد ويعجبني اليوم بطريقته ومحاولته ليقاف نادي الهلال لعب تقريبا في بداية المبارات ممكن طريقة حتى في حالة تهجم عليها يعني المبارات الأولى كان لاعب ضغط عالي المبارات هذه لاعب ضغط منخفض لدرجة فيه في بداية المبارات يوصل لمرحلة إنه ستة لاعبين يجون على خط واحد الإغلاق نصف المساحة اللي بين الظهير والطرف والسنتر اللي هي هذه لعبة خسوس ولكن في النهاية الجودة تفوقت توقيت الهدفين كانت عالية جداً تركيزك عالي جداً الاتحاد قدم وتفوق على نفسه ممكن ما تمدح الهلال كثير أنت بقدر ما تقول أن الاتحاد أجاد في الوقوف وخلاها هدفين فقط في لاعبين تفوق على أنفسهم في هذه المبارات ممكن تذكر مثلاً من اللعب مطلوب مثلاً كانت تأثير قوي جداً فبينهو نفس الحكاية ولكن اللي حصل في النتيجة هذه أنا أتوقع أنها طبيعية جداً والدور هذا يا بوجود لما تشوف الهلال الآن والرتم العالي عنده والثبات العالي عنده والأربع الموجودين عنده في غرب آسيا بالتأكيد تقريباً النهائي والتأهل للنهائي واضح أنها من التجالة لما تتكلم عن الاتحاد تتكلم عن النصر حتى العين نشوف العين بالظروف اللي قاعدت عيش فيها النصر كان النصر ممكن والآن نحن جتنا أخبار برضو اليوم تليس كان انتهى موسمة في لعبين حتى انتهت من بطلاء تأسى لما تتكلم على عزيز نتكلم معي كده لذلك الجلال الآن هو أكثر الفرق السعودية مؤهل لهذا ترجمة نانسي قنقر